السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعونا اليوم هو الأعداد الصحيحة الطبيعية الجمع والطرح والطرح كما رأينا في الحساس السابقة كيفية إنجاز أعمية الجمع والطرح والطرح باستعمال المعدد لدينا أنشطة حسابية التمر الأول هو عبارة عن الجدول الجمع بين ثلاثة أرقام الجدول الآخر لدينا هنا الجمع والطرح بين ثلاثة أرقام الجدول الآخر لدينا هنا الجمع بين ثلاثة أعداد انتبه جيدا ثلاثة أعداد الجمع بين ثلاثة أعداد الجدول الآخر لدينا هنا الجمع بين أربعة أرقام الجدول الآخر لدينا هنا الجمع والطرح بين أربعة أرقام أما التمر الأخير فهو عبارة عن جدع عدد في رقم ثم عدد في عدد ثم عدد في رقم سنأخذ المثال الأول لدينا 96 ضرب أربعة ولدينا أيضا 72 ضرب أربعة وثلاثون ولدينا أيضا 653 ضرب أربعة واضح الآن أتمنى أن تكون قد استفدتم شيئا إلى اللقاء